لا مؤكد مقصودة العملية ومؤشرات السابقة في بلد تؤشر أن الجماعات التي تدخل في بلد وتصور بشكل دقيق مثلاً انسحاب القوات الأمريكية وما يجري في القاعدة هذا يدلل أن هناك عناصر إراقية في الداخل القواعد تعمل بشكل تام وبشكل دقيق مع هذه الميليشيات ومع هذه القوات وترسل لها أدق المعلومات وبالتالي من المناطق قريبة لا يمكن لهذه القوات أن لا تصيب هدفها فإذن هي مقصودة إلى حد ما في بعض الأحيان وأحياناً مقصودة وكذلك استهداف أن يقتل في هذه الضربات عراقيين أو استهداف مواقع عراقية هو أيضاً هدف آخر كما أكدت في البداية هو تأكيد وإدامة على عاملياً أن العراق والحكومة العراقية تؤنى للعالم أنها خاضعة بشكل أو آخر إلى الإرادة الإيرانية بكل أشكالها وإيران تؤكد أن العراق من المسلم وبالتالي إجمالاً إذا نظرنا إلى الصورة اليوم وما تجد عليه المفاوضات العراق ليس جزء من هذا الموضوع في وقت ترامب كان العراق بالفقرة رقم 6 موضع اهتمام لحكومة ترامب ويؤكد على إيران انسحابه وعدم تدخله في العراق سواء أراد العراق أم لم يريد هذا لأنه يعتبرون العراق خاصة رخوة ممكن تهدداً من المنطقة ولكن الآن بدأ يخرج هذا الموضوع وكأن المنطقة الإقليمية وكأن العالم تيقن أن في العراق إرادة تامة على عدم حفظ الاستقلال العراقي وإرادة تامة على تسليم العراق إلى إيران وبالتالي الاستفادة في هذه المرحلة من العراق كأرض أو حديقة خلفية إلى إيران حتى المفاوضات التي يراد للعراق أن يكون دور فيها هي تأكيد على خسارة سياسية كبرى للعراق أنه لا يضع ملفه على الطاولة مثل اسوة بالخليجة أو إسرائيلة وغيرها ليقول لدينا أضرار من التدخل إيراني العراق يلغي تماماً هذا الخيار ويتحول إلى شخص إلى جهة وسيطة وجهة مضيفة لمفاوضات يؤكد أنه ليس أي ضرر منها على الرغم أن العراق متخم بالأسلحة والصواريخ والتهديدات والقوات والميديشيات التي قد تهدد من المنطقة إذن العراق في الحقيقة في هذه المرحلة خصوصاً يلعب دور خطير جداً ضد نفسه أولاً وضد المنطقة وضد العالم وهذا الأداء السياسي الحالي هو أداء أما دليل على عدم إدراك لخطورة الدور العراق الذي يلعبه في هذه المرحلة أو أنه فعلاً تسليم بأن العراق سيسلم بشكل منظم إلى أي جهة خارجية تمثلها إيران أو تتوافق مع الإرادة الإيرانية